اهلا بكم من جديد فتح مجلس المناقصات والمزايدات 104 عطاءات ل19 مناقصة مطروحة من قبل 10 جهات وذلك خلال اجتماعه الاسبوعي وثاني جلسات فتح العطاءات الاسبوعية بالمجلس برئاسة وزير الاسكان ورئيس مجلس المناقصات والمزايدات ورئيس مجلس ادارة بنك الاسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر وتضمنت الجلسة فتح خمس مناقصات ممولة من الصندوق السعودي للتنمية حيث يأتي هذا الدعم في اطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في البحرين ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022 من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبنى الجهات المختصة بمملكة البحرين وأعرب رئيس المجلس عن شكره وتقديره للجهات الممولة لهذه المشاريع والتي تسهم بشكل فعال في نهضة مملكة البحرين في جميع القطاعات وفي تطبيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في برصة البحرين لهذا الأسبوع 501.564 دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونين وستمائة وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين سهم بعدد متوسط للصفقات بلغ 60 صفقة التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع 13.76.992 سهما ووحدة وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها مليونان وخمسمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 298 صفقة تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 23 شركة ارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في حين انخفضت أسعار أسهم تسع أخرى واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الخدمات أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية وعلى مستوى الشركات جاءت شركة البحرين للاتصالات باتلكو في المركز الأول من حيث القيمة وحل في المركز الثاني البنك الأهلي المتحد والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية قالت واكلة بلومبرغ إن مصادر مطلعة أكدت أن شركة البحر الأحمر للتطوير التي تتولى تنفيذ مشروع جزر البحر الأحمر لبناء منتجعات سياحية على السواحل السعودية على مساحة تقارب مساحة بلجيكا تجري محادثات مع البنوك لتوفير تمويل يصل إلى 3.5 مليار دولار ورجحت الوكالة أن الصندوق السيادية السعودي سيقوم بدور الضامن للشركة على أن يتم سداد ذلك التمويل على مدى 15 عاما وأضافت أن الشركة تأمل في إنهاء اتفاق التمويل قبيل نهاية العام الحالي ومن المتوقع أن يوفر المشروع 70 ألف فرصة عمل ذكرت صحيفة وولستريت جورنال أن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط تدرس أمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الأولى في السعودية مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في برصة عالمية ربما تكون برصة توكيو وأعلنت أرامكو خطتها لطرح نحو 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 و2021 في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم ونقلت الصحيفة أن الشركة العملاقة تدرس خطة لجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار في إدراج في البرصة السعودية وأضافت أن أرامكو أكبر شركة للطاقة في العالم تفضل توكيو للمرحلة الثانية لخطتها المقترحة تخطط شركة طيران عالمية وأقليمية لزيادة رحلاتها المباشرة إلى دبي استعدادا لإكسبو 2020 دبي الذي يتوقع أن يشكل بداية جديدة لنمو مستدام للحركة الجوية وعدد المسافرين وقطاع الطيران بشكل عام في الدولة وكشف الطيران الكندي عن خططه لزيادة رحلاته المباشرة إلى دبي من تورنتو نهاية العام الجاري استعدادا لإكسبو 2020 دبي كما استقبل مطار دبي الدولي أمس الرحلة الافتتاحية التي تسيرها النقلة تشاينا إستران القادمة من مدينة شيان الصينية العريقة بيرتفع بذلك عدد الوجهات التي يخدمها مطار دبي الدولي حاليا إلى 247 وجهة حول العالم من خلال أكثر من 70 شركة طيران دولية المشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة جوجل لن تعطي الترخيص لعملاق تقنية المعلومات الصيني باستخدام تطبيقاتها وهواوي ستفاجئ العالم أجمع اقتصاديون غربيون على أن القيود الشديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على المؤسسات المصرفية والمالية الإيرانية جعلت من الصعب على المجتمع الدولي التعامل مع إيران وأوضحوا أن الأوضاع الاقتصادية في إيران وصلت إلى وضع صعب انعكس على أوضاع المواطنين المعيشية حيث ارتفعت أسعار السلع إلى 70% فضلا عن الإيجارات الشهرية للمساكن مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادية للبلاد الآن يضع أكثر من علامة استفهام خاصة مع اختفاء البيانات الحقيقية عن مسارها والتعاملات السرية للتهرب والالتفاف حول العقوبات أعلنت ألمانيا أنها تخطط لخفض الأعباء الضريبية للشركات حتى مستوى 25% مع سعي أكبر اقتصاد أوروبي لمساعدة الشركات الصغيرة وسط انكماش الاقتصاد وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر أرتماير في ألمانيا بأن اقتراحه هو جزء من حزمة مستهدفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نحو 60% من وظائف الدولة وتتراوح الضرائب على الشركات في ألمانيا حاليا بين 30 و33% ويهدف وزير الاقتصاد الألماني لخفض تدريجي في الضريبة من أجل دفع تكاليف مشاريع لم الشمل وجعلها أكثر جاذبية للشركات من أجل إعادة استثمار الأرباح تمكنت البرازيل من تفادي الدخول في مرحلة ركود اقتصادي بعدما سجل أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري فوق التوقعات وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات البرازيل أن الناتج المحلي الإجمالي نمى بنسبة 0.4% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي مقارنة مع الربع السابق له وكان اقتصاد البرازيل انكمش بنسبة 0.2% خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري على أساس فصلي وهو أول تراجع في الناتج المحلي الإجمالي تسجله البلاد منذ عام 2016 والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أكدت شركة جوجل أن الحضر الأمريكي على المبيعات للشركة الصينية لن يتيح لها الترخيص لعملاق تقنية المعلومات الصيني باستخدام تطبيقاتها وستواجه هواوي صعوبات في بيع الهاتف بدون تطبيقات جوجل الشهيرة مثل الخرائط ويوتيوب وهذا يعني أن هاتف هواوي الجديد لن يتيح لمستخدمه الدخول إلى متجر تطبيقات أبستور مما قد يحرم المستخدمين من تطبيقات مهمة ومن المتوقع أن تكشف هواوي تكنولوجيز النقاب عن هاتف برو ثري مات الجديد الشهر المقبل مما يجعله أول إطلاق لها منذ أن أدرجتها واشنطن ضمن القائمة السوداء ومنعتها من الحصول على مكونات وتكنولوجيا أمريكية موسيقى